متاب للبتنجان الفخم مع الحمص وزيت الزتون حاجة كده لذيذة جدا 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 تعالوا اقول لكم ازاي عملنا عندي هنا بتنجانة كبيرة مشوية هرستها وبعدين حتطلها نص كباية زبادي وربع كباية طحينة وفصينتوم وملح وفلفل وحطت لها كمان لمون وبقدونس وحطت لها نص كباية عين جمل مجروش قلبت الكلام ده كله مع بعضه وبعدين اخدت دلوقتي شوية زيت زتون حطتهم على النار وحطت معاهم حمص مسلوق او علب وحطت معاهم شوية بابريكا حطت معاهم كمون وقلبتهم مع بعض شوية ودلوقتي اخدت المتبل بتاعنا حطتوا في طبق واخدوا لي بالكم من الطبق لو سمحتوا علشان انا جابها مخصوص للوصفة دي هعمل كده زيت الجويف في النص وهط فيه زيت الزتون والحمص اللي عندنا مستمتعوا بقى بالطعم اللذيذ جدا 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 اللقمة منه كده خيال حطت رمان وكل عادة ما عجبنيش رجعت شلته تاني وبعد اناكلته بقى ومبسطت بي جدا بالهنة والشفا